بدء نبدأ. بمحاضرة اليوم راح نحكي عن التيث سليكشن. ايش التيث سليكشن? انو انا بعد ما صفيت بعد ما اخذت البايت للمريض اذا بتتذكروا لما درسته محاضرة البايت ريجيستريشن اللي هي داخلة بالامتحان مكتوب بالخطوات انو احنا منعمل من كيب نعمل كاستمايزيزيشن للأبر واكسرام. متشوفوا الفولنس سلب مثلا من ناحية الاستيكوهاي الامور. منعمل كاستمايزيشن للأبر واكسرام. منحدد الفيرتكال دايمينشن. منحدد السنتريك ريليشن. و احنا بمرحلة البايت قبل ما ابعت الشغل لفن المختبر. عشان يصفي الاسنان لازم انا اختار الاسنان هاي. من ناحية الحجم من ناحية اللون من ناحية الشكل. وهاي الامور. فإذا التيث سليكشن هو ايش هبعت مين بيختاره الدكتور. مش انا بس باخد البايت ببعث الشغل لفن المختبر هو يتطبل منه لحاله شو لون الاسنان وشو شكل الاسنان وحجم الاسنان. هذا الاشي انا بختاره بالعيادة عندي. فان المختبر بس بيصفي الاسنان اللي انا اخترتها. فأنا نجي نحكي إحنا رح نقسم المحاضرة اليوم على Selection للأنتيريورتيث وسيليكشن للبوستيريورتيث نبدأ بكيف نعمل اختيار للأنتيريورتيث بالنسبة للسيليكشن للأنتيريورتيث إيش رح نختار؟ نختار شو حجم الأسنان المناسب لهذا المريض شو شكل الأسنان المناسب وشلون الأسنان المناسب وإيش المتيري المعمول منها الأسنان إنتم تكن تعرفوا إنه الأسنان بتوفرها الشركات المصنعة عبت يجي بأشكال مختلفة بأحجام مختلفة من الماتيريا المختلفة من ألوان مختلفة فإحنا نختار الشكل والحجم واللون والمادة المناسبة للكاس اللي عنا هسنا نجي للأنتيريورتيث نبدأ كيف نختار الحجم بالنسبة لحجم الأسنان لما أجي أختارهم رح أطلع شو طول السن كم طوله شو العرض الأسنان المناسب والثيكنيس اللي رح نحكي عنهم هدول أكتر هذا الثيكنيس مش كتير إحنا ندخل فيه لأنهم يعني بيجي بتقريبا كلهم بثيكنيس معين للأسنان بالنسبة لاختيار الحجم الأسنان كيف بدأ أختار بما أنه حكي حجم الأسنان تيجي بأكتر من حجم وأكتر من size كيف بدأ أعرف شو الحجم المناسب لهذا المريض في عنا أكتر من طريقه من خلالهم نقدر إحنا نحدد شو الحجم الأسنان المناسب فعنا في عنا أشياء pre-extraction guide وفي post-extraction guide pre-extraction guide إنه بيجي عندك المريض بعده مثلا مش خالع أسنانه بحكاك بداخلها على الأسنان فهو أسنان الأصلية بعدها موجودة فبشوف كيف حجمها وبختار أسنان حسب حجم الأسنان الموجودة عنده أو هذا المريض مثلا قبل ما يخلع أسنان وكان جاي قبل عندك العيادة وكان يعمل له أشياء معينة فإيه لك هذا المريض عندك للناتشرالتيث بعده فممكن من خلال تشوف كيف حجم الأسنان الناتشرالتيث عنده على الكاست وبناء على تعمل الأسنان الجديدة أو المريض محتفظ بالأكستراك تتبعه بتشوف كيف حجم الأسنان فيهم أو المريض فيه مثلا صور أشعة قديمة والأسنان بعدها موجودة عنده فإنت من خلال حجم الأسنان على صورة الأشعة بتقدر تعرف حجم الأسنان الطبيعة طبعا هو مش نفس الحجم لأنه بتعرف مثلا صورة البانوروما فيها تكبير فإنت بتشوف كم نسبة الماغنفكيشن وعا أساسها بنسبة وتناسب بتطلع كيف حجم الأسنان الطبيعي وبناء على ما نشوف حجم أسنان المريض أو مثلا إذا في المريض له صور فوتوغرافية مبين فيها أسنانه فأنا من خلالها بقدر أقرر كيف حجم الأسنان كيف طبعا الصور الفوتوغرافية مثلا بالصورة الفوتوغرافية بشوف بقيص المسافة بين عينها على الصور الفوتوغرافية تلع مسافة معينة وبقيص حجم الأسنان تلع مسافة معينة على الواقع على الطبيعي بقيص كيف حجم المسافة مثلا بين عينها بأخذ أي رفرنس إليه على صورة الأشعة أو مقارن عفواً على الصورة الفوتوغرافية ونفس الرفرنس باخته على الواقع وبشوف على الصورة الفوتوغرافية مثلاً كم عرض أسنان وبالنسبة مثلاً لعرض عيني فعالواقع بشوف كم عرض عيني وبالنسبة وتناسب بطلع كيف عرض أسنان فكل هاي الأشياء pre-extraction يعني عنه أشياء صور قديمة أو أشياء قديمة للمريض قبل ما يخلع أسنان هاي بسمها pre-extraction guard بينما إذا أجاك المريض ما عنا أي pre-extraction guard أو إذا مثلا جاينا المريض كمان عنده all denture 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 قديم ممكن أستفيد منه أنا كمان إذا حجم الأسنان شايفه مناسب بس أستفيده منه بعمل denture جديد نفس حجم أسنان الدنشر القديم هذا الأشياء بريكستراكشن باستراكشن مثلا جاينا المريض ما عنده ولا أي قاند لا عنده صور قديمة ولا عنده denture قديم ولا أي فوتوغراف قديم ولا ريديوغراف قديم ولا كاستات قديمة ولا إشي فشو بنعمل فعلنا طرق تانية إيش الطرق التانية مثل الكرانيال سير كنفرنس الكورنل أوف دا ماوث والألو أوف دا نوز إيش هدول بحكي لك في قواعد عامة بحكي لك إحنا جابوا كتير ناس وعملوا شافوا شو علاقة الأسنان مع علاقة أشياء تانية بوجههم ووجدوا في نسب بينهم فصار يحكو لك أنه توجد هاي الزايقومة بحكي لك قصة المسافة بين الزايقومة الباي الزايقومة تكويد وقسمها على 16 إذا قسمت هاي المسافة على 16 بعطينا عرض central incisor فبتيجي لكل مريض بتقسل المسافة من هون لهون وقسم المسافة اللي طلعت معك على 16 بطلع معك رقم معين هذا الرقم هو عرض central incisor عرض central incisor واحد بتختار central incisor من الأسنان الموجودة عندك عرضه حسب الرقم اللي طلع معك هون أو بحكي لك قسم هاي المسافة الباي الزايقومة تكويد على 3.3 بيعطيك عرض كل الانتيريور تيث من الكنين للكنين هاي طريقة طريقة تانية بتشوف محيط الرأس بتقيس انت المسافة المحيط الرأس هون هاي المسافة اللي باللون الأحمر بحكي لك هاي المسافة في ريشيو بين الكراني السير كنفرنس لعرض كل الابر انتيريور تيث بتكون النسبة عشرة لواحد فانت قيس محيط الرأس قسمه على 10 بطلع معك عرض الانتيريور تيث في طريقة ثالثة انه مثلا طول الفيس قسمه على 16 بعطيك المجزيلر سنترال انسايزر في اكثر من طريقة هدول احدى الطرق اللي من خلالهم انا بندل على عرض الانتيريور تيث بس بالعادة احنا ما منستعملهم هدول يعني ما بجيب المرض بقسم البايزايقومتك والكرانيور سير كنفرنس بس تكون تعرفون في طرق تانية اللي احنا شرحنا عنهم قبل بالبيت وحكينا عنهم ولازم تركزوا عليهم من الامتحان اللي هم احنا بمرحلة البايت قبل ما نيجي ناخد حكينا منرسم خطوط من عينها على الواكسرم خط الميدلين وفي عنا خط وخط الكورنل لما حكيت لكم اللي بدا تكون مع مين يا شباب وصبايا كنفرنس كنفرنس بالضبط الكسب تب للكنين الالة او ركزوا منيح هاي اللي وردت معكم قبل كتير بالمحاضرات وداخل بالامتحان لازم تكونوا حافظينها والامتحان اليوم الالة او 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 الكسب تب تبعة الكنين ماشي مع هذا الخط اذا عيننا خط مع مريضه الكورنل او او اترست بعين الخط على الواكس عند الكورنل او او مفهوم واضح ولا لا واضح فأنا بس اكون معين لفن المختبر انا بالعيادة عين تلو تلو الميد لين هون مع الميد لين بيكون مع الميد لين ومع الفيرنم ومع النازل سبتم وغيره وحكي له الكورنل او هاي قط هون شو معنا تبدي يعرف بدي يختار لأسنان لما يصف الكنترال يكون الميزي للسيرفس للسنترال هون والكورنل هذا الخط تكون للكنين هون فدجيت صفات والسنترال واللترال والكنين طلع معاك هون معنا انت مختار حجم أسنان كبير تروح تختار حجم أسنان أصغر فأنا هيك بقيس المسافة من هون لهون هاي الكورنل او التاني هون بقيس المسافة بينهم فيه مساطر بتكون في هاي الطريقة اللي احنا بالعادة بنستعملها بحط خط الميدلين خط مثلا الكورنل بيكون مسافة من هون لهون هي من عند الميزي للسيرفس للسنترال لعند الدستل سيرفس للكنين بينما دعنا خط الالة ركزوا كتير عليها هاي مهم من الامتحان كورنل بتكون مع الدستل سيرفس للكنين مش الميزي الدستل سيرفس للكنين الالة of the nose coincide مع الكنين كسب تمام دكزوا ع هدول المعلومتين إذا هيك أنا عرفت كيف أختار حجم الأسنان عرضهم من خلال بايزو جماتي كويد كراني السير كورنر of the mouth الالة of the nose أو في بري اكستر هذا بالنسبة للعرض بالنسبة للطول لما احنا عملنا الواكسرم بتم المريض كم طول الواكسرم انتيرير اللي كان قبل على الكاست لما فن المختبر عمل لي الواكسرم انتيرير ريطور الواكسرم من هون اللي عندي الدبث في الصالكس كم الطول كان بالقبر ماكزلة 29 20 بالضبط بستيرير لي 18 18 باللور انتيرير اللي كم كان الطول 18 18 بستيرير لي نص أو 3 ريطور ممتاز دول برضو ركزوا على المال هذا فن المختبر عمل لي بعت لك يا على العيادة على العيادة ده كتزبطه انت بتم المريض هل تشوفه مناسب ولا مش مناسب انتيرير اللي كم طول الواكسرم بده يكون اللي بتم المريض لازم هالسهوحة من اللي 22 ده حطه بتم المريض كيف بدي أقيم انه هذا الطول مناسب ولا بدي أضيف واكس ولا أقلل من الواكس حسب الابيرانس طبع الانسايزر بالضبط لازم يكون تقريبا واحد لاثنين مليمتر طبعا بيختلف حكايا حسب العمر وحسب الجنس المريض وحسب صح فانتيرير بشكل عام ده يكون الانسايزر شو وان تو مليمتر بستيرير لكيف دافحة صبت من المريض هل الطول مناسب أو لا الباكة الكوريدور الباكة الكوريدور ما بيحدد لنا الطول بيحدد لنا للباكولينج والباكولينج والبوزيشون لا إله بس كطوله نفسه هذا أحكي بلا بطوله بتم المريض حكينا فان المختبر عمل لي يا 18 بس للمحط بتم المريض كيف دا قرر هل هذا الطول مناسب للمريض ولا لا حسب بالضبط حسب بالستنشون دا بتكون ما كان هفات حق بال المولر زي الفيرست وستكند مولر فده تكون تقريبا تحت السنسون داكت ببونت سكس ثري فايب صح هاد هو الأكلوز اللي بلين تبعنا إذن الأكلوز اللي بلين انتيريور لي ديكون تقريبا انصائز شوية وانتو ميليميتر بستيريور لي تحت السنسون داكت بشوي اللي حكينا عمل هذا الأبر اللور انتيريور لي كيف طوله بتم المرض بدي أفحصها الكورنر بالضبط عند الكورنر أو ذا ماوث وشوية تحت الكورنر أو ذا ماوث بسيريور اللي كيف دا أحسب طوله كيف دا يكون حسب الريترى مولر بعد هكي بفحصهم هذا اللي أنا بفحصه هو اسمه الأكلوزة اللي بدي يكون إما بنحكي عند الكورنر أو ذا ماوث أو عند الأبر انصائز شوية ميليميتر بستيريور اللي حسب الستونسون داكت وحسب الريترى مولر تمام كمان في نقطة بنحكي عنا كمان شوي لما الأكلوزة اللي بلين هسا بنحط اللور واكسرين اللسان اللساننا كيف هو المريض كيف بيكون علاقة اللسان مع اللور أكلوزة داكت تكون على مستوى على يعني احنا حيالنا الأكلوزة اللي بلين انه بس بدي يكون اللسان مستوى أعلى بشوي من مستوى الأكلوزة اللي بلين بش فيه برضو بسلايد حكيان إذا الأكلوزة اللي بلين بستيريور كتير عالي بيصير اللسان بين حشري بين النص وده كتير واط المريض بيصير يعد على لسانه اكتب عندكم بالسلايد صح صح فإحنا كيف علاقته مع اللسان بدي يكون اللسان جست سوبرير أعلى بشوي من الأكلوزة اللي بلين تبعنا واضح اللسان أعلى بشوي يعني التن جست سوبرير للأكلوزة اللي بلين هيك بالنسبة للأطول فأنا لما أكون أنا عامل الواكس ريم طبعي الأبر طوله لهون فلما يجي يصفي الأسنان لازم تكون مع حاين نقطة هون بيحطها وبكون رسم كمان لفن المختبر هاي سمايل لان شو هاي سمايل لان بخلي المرض يضحك على الآخر وبحط خط على الواكس ريم هي شو هذا الخط بستفيد منه الأسنان الانسايزر النك بالضبط النك تبعت السن تكون عند هذا الخط أقوى أعلى بشوي فلما أنا حكيت له هون فأنا شو حددت لفن المختبر طول السن اللي بدي يختار بزضط فهي احنا اخترنا له طول الأسنان فهي عرفنا كيف نحدد عرض الأسنان الخط الميد للأسنان مثلا الميز للسيرفيس للسيرفيس للكنين هون بينما إذا اللق بيكون مع الكسب حددنا عرض الأسنان وحددنا طول الأسنان فهي بهذه الطريقة عرفنا شو المناسب للأنتيريور تيث تاني شي نختاره احنا حاليا بالسيلكش للأنتيريور بعدها نروح للبستيريور اخترنا التوث سايز هسنا نروح نختار شو الشكل لأنه الأسنان المتوافر بتكون بأكتر من شكل فشو الشكل المناسب كيف أختار الشكل للأسنان المريض هس عن الشكل شو اللي بيحكمني لما أجي أختار شكل الأسنان الأسنان كيف تكون متوافر الأسنان بتكون منها بتكون شكلها جاي شكل square shape منهم تكون tapered shape منها تكون avoid shape الأسنان والأسنان منهم بتكون جاي منهم بزوايا كتير حادة وفي أسنان بتكون زوايا هم ألطف نوعا ما rounded فالأشياء اللي بتحكمني لما أجي أختار أنا الأسنان شكل الأسنان الشيب تبع الأسنان أو form تبع الأسنان شكل وجه المريض وعمر المريض وجنس المريض وشخصية المريض فالpatient اللي بيكون وجههم جاي زي شكل square مربع بتكون more tapered الأشخاص اللي شكل وجههم avoid باخترهم الأسنان بتكون شكل جاي more avoid فشكل الأسنان بيكون تقريبا حسب شكل وجه المريض وحسب شكل الarch عند المريض وكمان شكل الأسنان بيعتمد على الجنس المريض وشخصية المريض وعمر المريض كيف يعني المرضى اللي كتير كبار بالعمر بتعرف المريض المسحت بتصير straight in line مش زي المرضى اللي الصغار بالعمر بتكون مور أناتوم اللي نبين أكتر young فلن نختار أسنان لمريض الكبار بالعمر ونصف له أسنان باختر ال H تقريبا تكون straight الأصغر بتكون لا زي هون شكل كمان الجنس المريض ال female patient شكل الأسنان بتكون more rounded بينما male patient الأسنان بتكون line angle بتكون sharp عندهم فإذا أجي أصف أسنان female patient باختر الأسنان تكون more rounded زي هون بينما الميل شايفين كيف تكون الزوايا round sharp أكتر إذا المريض البرسنالي تقيله شفت المريض كتير بطاية المريض وملامحه كتير ناعمة ما بروح باختر له أسنان كتير دفش بينما المريض كتير مثلا ضخم و vigorous المريض وجهة من ناعمة شوية نختار له أسنان تكون شار بانجل أكتر بتكون فيها فإحنا شكل الأسنان بيعتمد على شكل وجه المريض وبيعتمد على جنس المريض وشخصية المريض وعمره فبحكي لك أكتر إيش إحنا بهمنا وشكل وجه المريض الجنس المريض آخر إيش لنتطلع عليه واضح هاد بالنسبة كيف تأختار شكل أسنان المريض هون حكيناهم كمال لما نيجي نختار أسنان المريض بالعادة المرضى الكتير الصغار بالعمر والفيميل نخلي الأكثر من تقريبا ب 1 مليم بالنسبة إذا المريض أجاك كتير كبير بالعمر وهيك نخليهم على نفس المستوى كلهم بينما اللترة لما تكون أصغر بتعطيك يثف الشبابية أكتر فالمريض الكتير كبير بالعمر ما بخلي فرق بين بخلي سنترال واللترة على نفس المستوى حكينا عن شكل حجم الأسنان اللي نختاره ولون وشكلهم ضايل اللون الأسنان والماتيريال كيف أختار لون الأسنان لأن الأسنان تيجب أكتر من لون لما نيجي نختار لون الأسنان يكون في عنا خلي نطلع حون أرجيكم يكون في عنا شيد قايد بيكون في عنا شيد قايد زي هيك بالعاد لما نيجي نختار لون الأسنان ما بورج المريض كل الألوان لأنه أكيد رح يروح على أفتح لون بورجي أنا بشوف بالنسبة إلي أكتر لون ثلاثة مناسبات إلي وورجي هاي نقطة نقطة تانية لما نيجي نورجي الأسنان يفضل إنه نرطبها بالمي نبلو شوي بالمي السن وما نورجية يكون ورا للسن إشي فاتح يعني أنا مثلا لابس اللابكوت الأبيض وأمسك السن وهو ورا اللابكوت الأبيض لما السن إذا كان ورا إشي كتير فاتح السن وبردت بشوي السن بالمي وبحط السن تحت شفة المريض عشان يشوف بتم كيف هو هذا اللون لأنه بتم المريض سيكون داركر ليس لما أنا أحط اللابكوت الأبيض تبعي ونجعله يختار بينهم يفضل بهذه الجلسة أنت تنصح المريض ما بتقني وما بتأثر عليه كثير لأنه المريض هو اللي راح يروح بهذا التقم إذا مش عاجبوا اللون مش راح يعجبوا بعدين ما يروح يفضل يجيبي بهذه الجلسة المريض مع أحد من أقارب وحتى يستشيروا باللون اللي بديوا إياه شو الأشياء اللي بتحكمني لما أجي أخطار لون الأسنان عمري المريض تعرف أن المرضى يكبر بالعمر أنه يصبح لسكندر دينتين أكتر فالبلب المرضى الصغار بالعمر البلب يكون كبير كل ما يكبر البلب يصغر ويصبح دبز عشان هيك الأسنان بتصير أمور يلوش فإذا جايك مريضة كتير كبيرة بالعمر ما رح بختر الأسنان كتير فاتحة ببين الإش كتير فيك فمنختر الأسنان نوع ما أمور شوي والمريض كتير كبير بالعمر كمان بيكون الضوء عنهم بيكون أكتر شو كمان هادي بالنسبة لعمر المريض ثاني اشي بالنسبة لجنس المريض بنعادل الفيميل بيشنت بنخترهم أسنان أفتح شوي من الميل بيشنت ثاني الأشياء بتحكم من الماجي أختار لون الأسنان عمر المريض أهم اشي جنس المريض وكمان لون وجه المريض لون الشعر لون فيه منهم بيحكوا لك المول البيشنت الكثير أبيض لون بشرتهم بتكون أسنانهم دار كلا مثلا هون كيف لون بشرته أد كان بس أسنانه أفتح الناس البيض والشكر بتكون أسنانه مع صفار أكتر جاي هزا شو بيحكي لك هدول مش كتير مؤشر لإلنا أو ما بيستر نيعطي عليهم لون البشرة ولون العيون ولون الشعر بس لازم تكون الأسنان لما نختارها تكون انهار مع الشكل يعني تحط الأسنان جوا شفت المريض هو بيفحصها تكون لون الأسنان انهار مع هاي الأمور إذن الأشياء اللي بتهمني ما أجل أختار لون الأسنان عمر المريض كل ما كبر ده أختار الأسنان الجنس المريض الفيميل بيشت بيختار لهم أسنان أفتح ولون الشعر ولون الهير ولون الهيئة لازم يكون في الهيئة بين الأسنان مع الهيئة هون زي ما حكينا لما يصير الأسنان مع العمر الأسنان بتصير سطح السن بيصير كتير سموثر فبيصير ريفليكت أكتر للليت لكن عند هدول المرضى بتروح بيصرف فيها أثر شن فما في ترانس لوسن سن نلاحظ عنده من منطقة للمرضى الكبار بالعمر هون كل هاي المعلومات كاتبلكم إيها بالنوت تحت كل إش من هدول شو علاقة مع لون الأسنان اللي عن الانتيريورتيث نروح للبوستيريورتيث الهدف الأسناني من الانتيريورتيث هو استاتيك الهدف الأساسي منها الفنكشن بالعادة فلازم البوستيريورتيث لما نختارها تستفيد منها للفنكشن للشوينج إفشيشنسي كونتربيوت لازم تساهم بالدينش الانتيريورتي الأسنان تكون كونفورتبل مع ما تعمل وتكون استاتيك كمان نوعا ما وما تطلع ما تعطينا أي كليكينج ساوند من نسبة البوستيريوتيث نختار حجم الأسنان كيف حجمها المناسب شو الكسب الانكلاينيشن والمتيري اللي نعمل منها هو الشيد الشيد مش رح نرجع نشرح عنه هون مش مثلا اخترنا لون الأسنان الانتيريور إيته بوستيريوتيث بخطار نفس اللون لأنه هو الشيد هو بين لبس عشان الاستاتيك والاستاتيك بهمني بالانتيريور فأنا بختار الأسنان لونها بالانتيريور كيف بختار بوستيريور نفس اللون نيجي على باقي الموضوع الثانية أو ليش الكسب الأسنان المتوافرة لدينا بتكون بأكتر من كسب الانكلاينيشن عسر تعرف وحنا أسناننا فيه كسب وفصة الأنات الأارتف crane بتكون جاي بكسب والكسب لها زاوية معينة وفي أسنان بتكون مائلها كسبات الأسنان بتكون جاي بكسب باسميها النوت مكتيث الأسنان اللي بدون كسب باسميهن النوت مكتيث شو هاي الكسبال هاي عبارة عن الزاوي مع الزاوي المزي بك الكسب هاي الم木 doom الكسب الزاوية اللي بينهم هاي بسميها البقيسة حسا في أسنان بتكون جايك بزاوية 33 في أسنان بتكون جايك بزاوية 10 في أسنان جايك بزاوية 22 كل ما كبرت الزاوية يعني الكسب كتير كبير عندنا ناتوم اكتث بتكون جايب إما بزاوية 10 درجات 20 درجة 33 درجة بالعادل أسنان بتكون بزاوية 10 درجات يعني الكسب كتير صغير ممكن أحكي لهم سيمي ناتوم اكتث شوف فائدة شرحنا هون قبل لما حكينا عن محادرة الأكولوجين إنه بيكون سهل نصفهم بالبالانس الأكولوجين كتير أحسن بيعرفي قطع المريض الأكل كتير منح فيهم إنه فيك أثبات وإستاتيك أفضل طبعاً بدكم متى بستعمل الأسنان الأكولوجين شرحناهم برضو بمحادرة الأكولوجين فرح أمر عليهم هون سريع بحالة الإستاتيك كونسيل بحالة المريض في عنده ما في أي مشاكل بالبايت عنده إذا كان الأبوزنج نيتشرال تيث لما يكون الأبوزنج نيتشرال تيث يعني الأبوزنج مثلاً الأبر إذا أصف أعملكم للدينشر أبر ولور نيتشرال تيث فالأسنان بنلور فيهم كسب وفسة فلازم للأبر لنعملهم أنوتوميك تيث المرضى اللي عندهم والفورم درج المرضى اللي عندهم والفورم درج يعني بتكون الدينشر نوعاً ما ستيبل فلو أصف أسنان فيها كسب ما عنده أي مشكلة لأنه بتعرف الأسنان اللي فيها كسب لما توقع الفورس عليها هذا السطح مائل فلن توقع الفورس عليه رح تتحول لقوة أفقية وقوة عمودية القوة الأفقية رح تعمل فإذا هذا المريض ما عنده دايب الرج فيش إش يمنع عن لتر الفورس فما بختار له أسنان أنا بينما المرضى اللي عندهم والفورم درج الرج رح تمنع عن لتر الفورس فلو أختار لهم أسنان بكسب ما في مشكلة لأنه في إش بعمل resistance للتر الفورس ولما البيشنت أقدر أنا أسجله هاي برضو شرحناها قبل البيشنت اللي بقدر أنا أسجله البيت وعنده ربيتة بالبيت الريكورد نقدر نعمل ربيتة بالسنتريك ريكورد بختار لهم أسنان أنا البيشنت اللي مش عم بعرف أعمل لهم بايت وكل مرة بسجل بايت بطريقة مختلفة فما منعمل لهم أنا وكمان لما بدأش أصف أسنان ببالنسة اوكولوجين بختار لهم الارتيفيش الاناتوبيكتيف الاناتوبيكتيف او المونوبلين ما اسميه منوبلين تيث راشونال تيث الاناتوبيكتيف زيرو ديجري شو الأدفانتيج لهم أسنان قبروا لور بتكون ما في كسبات منصوحات مسح ما فيش أي لترى الفورس لأنه كل الفورس تيجع على سطح مش مائل سطح وفقي فكل الفورس بتكون فورس فما في أي لترى الفورس فلو هذا المريض عنده الرج بزور بستعمل له هذا النوع من الأسنان بالنسبة للرزوربشن يعني بستعملها لما تكون على الألف فيها ريزوربشن وهي ما بتعمل ريزوربشن كتير للبون أنه ما فيها نائلة الفورس أي شو الأدفانتيج إلها مشكلتها هاي الأسنان ما فيها كسب مش إستيك وما بعرف كتير المريض يأكل فيها منيح يعني شوينج إفشينسي أقل وصعب أني أعمل فيها البلانسة أكولوجين متى بستعمل الأسنان أن أنتهم كتيث شرحناهم قبل برضو بمحادرة الأكولوجين الباشنت اللي عندهم سيفير ريزوربشن برج جو سايد ديسكليبنسي عندهم كلاس 2 وكلاس 3 عندهم مثلا مشاكل عصبية ما بيعرفك كتير مشاكل بالجو موفمت ما بقدر يحركوا بشكل نيتشورل والمرضى الكتير كبار بالعمر هاي أسنان أنتوميك هاي سيمة أنتوميك وهي نان أنتوميك تيث هيك بتكون ناناتوميك ما فيها أي كسبات هيك حكينا كيفنا نختار الكسب الإنكلايناشن بالنسبة للبستيديورتيث أفضل نحكي شو الماتيريا أسألنا نحكي عن الماتيريا شو الماتيريا اللي مختارها شو الماتيريا المتوفرة عنا مين لي الأسنان المتوفرة الماتيريا اللي نعم أفضل سؤال تفضلي شفت شخص حظت أنتيريور بلستيثيز بس هي مش موفبل الرج تبعت الأنتيريور كتير عريضة يعني ما بنفعل بايت تكون مش كتير شارب فإيش السبب؟ مش فهم السؤالي تردت عادي لو سمحتي طعم إنه شفت شخص عمل بلستيثيز وهي إمو معمولة بس للأنتيريور كتير شفت إنه الأدج تبعت يعني ممكن آه ممكن بعرفش شو بتوصفوها إنها مش بوكة ببعض فالرج تبعت الأنتيريور كتير كانت مش شارب نهائي فإيش السبب إنه عامل هيك الدكتور؟ إيش يعني الرج مش شارب؟ حفت السن من فوق كتير عريضة ولونها زهري ولا أبيض؟ لا السن أبيض طب ليش تكون شارب يعني؟ يعني إنه النورمال تيث بتكون شوي بتكون أرفع فبتكون شارب أكتر فالبايت بتكون أحزن مثلا التقطيع الكوتينج للفود أحزن أصدق الإنصايز الإدج مش شارب؟ آه مصبت هاي حسب المتيريور اللي هاتك نسمعين لما إحنا نيجو نعمله حسب المتيريور اللي هم استعملها كل متيريور اللي هم استعملها كل متيريور اللي هم تكون بالثيكنيس معينة وإحنا نتجد نعمل عشان تحافظ على الرجيتة تبعتها ما تنكسر آه تمام يعني ما أبي نفعل نستعمل النورمل العرض النورمال صح؟ بالعادي احنا لازم ما بيكون كتير عريض إذا كان كتير عريض بالأغلب يمكن هاي اللي عاملها بالأكريب بينما الماتيريا التانية بتكون رفيع يعني إذا نعملها بثيكنس متقارب مع ثيكنس تبع الارتفيش تبع الناتشورال تيث آه طبعا شكرا نكتورة بزا أسأل مين أحسن أستخدم الاناتومك تيث ولا الاناتومك بالنسبة الاناتومك تيث لسببين السبب الأول المرضى لعندهم بان ريزوربشن بشي احنا لكم لي الدنشر لما نكون ملابسين مثلا للور هاي اللور الفلانج نازلين حولين الرج صح؟ هون اللي بي الفلانج هي الليقوة الفلانج صح؟ اذا المريض في عنده الرج صار فيها ريزوربشن فالفلانج اللي نازل قليلة بتكون هون فالمريض يجي لتر الفورسز وما في رج تمنع الدنشر يتحرك هسا المرضى اللي عندهم اناتومك تيث حطينا لهم اناتومك تيث الفورس توقع على سطح مائل الفورس لما توقع على سطح مائل بتصير عنا قوة عمودية وقوة أفقية القوة الأفقية رح تحرك الدنشر لترالي فإذا المريض هاد ما في عنده رج تمنع على لترال موفمت انهي ريزورد رج رح يضل يتحرك بيمين ويسار ومشي استابل التقم بينما المريض اللي عنده الريج كتير كبيرة وكل الفلازه نازلي هون ونازلي هون فلو أجت لترال فورسز ودي تحرك التقم يمين ويسار الرج بتمنع عنه دنشر يتحرك يمين ويسار فبكوني استابل أكتر هاي سبب السبب الثاني اللترال فورسز هاي ممكن نتزود الريزوربشن فإذا المريض أصلا عنده ريزوربشن أنا أزود الريزوربشن اللي عنده فما بفضل أستعمالها آه طبعا عشان عشان ما أزيد الريزوربشن بيستخدم وعشان أحافظ على الاستابلتي أهم أحافظ على الاستابلتي كمان آه طبعا خلننكمل هسنا نروح لا المتيريا من إيش المتيريا اللي احنا بنعمل منهم الدنشر ماين اللي بنركز عليهم إما أكرالكتيس كل التقم أبر لور بعمله بورسلان أو ممكن أخلط يعني بدي أنقم أبر بورسلان لور أكريل أو أنتيريور أكريل بوستيريور بورسلان هزارتكم تركزوا لي عليهم حسنا نشوف إحنا لدينا أكريل لبورسلان بس نعرف أنه ماين اللي احنا بنستعمله أكريل الأكريل نوعا ما خاصة نوعياته جديدة اللي يعملوها كثير حسنت من مشاكل الأكريل القديمة واحنا مقدر نعتمد عليه ممكن كمان نعمل البورسلان بس مش كتير كومون من اليوزد هو الاكريل اكتيث ننشوف ليش الاكريل هو المين اليوزد عشان يكن نفرق بينه وبين البورسلان اول اشي الاكريل اكتيث هاد مفروض اخدته عليه سمنارات باللاب الاكريل اكتيث مشاكله انه هو بصير فيه مع الوقت بصير له ستينيج بيكتسب تصبغات ومع الوقت بتشوف لونه بصير داركر ومش كتير ترانسلوسن بينما البورسلان مور استاتيك مور ريزيستنس للاستين والديسكولاريشن الاكريل اكتيث مع الوقت تشوف مريض الو مثلا عشر سنين اذا بتذكره لما حكينا عنه الشورت تيرن فيريبلز واللونك تيرن فيريبلز للريست فيرتكال دايمينشن سنحكي المريض الو لابس طاقم مودة كتير طويلة مريض اللابس الطاقم مودة كتير طويلة بصير ريزوربشن للأكلوزل سيرفس للأسنان بصير الهويرينج عفهم لما يصير لها ويرينج بكل الأكلوزل فالأكريل مشكلته انه مع الوقت بصير في ويرينج بصير قاترش يعني الأكلوزل سيرفس لإله بنمحه بينما البورسلان هو الريزيستنس الويرينج بيكون إله أقل للسوير بيصير إله مع الوقت فلو مريض عامل تقم مريضين عندنا مريض عامل تقم أسنان من أكريل واحد تاني عامل تقم أسنان من بورسلان وتعال عليهم مثلا بعد 6-7 سنين بتلاقي الأكريل صارف عنده ردوست بالvertecal dimension بس تبع البورسلان بيظله محافظة على الأكلوزل vertical dimension الأكريل لأنه بصير مع الوقت في ويرينج للأكلوزل سيرفس فالمستيكيشن بتقل إله مع الوقت بينما البورسلان أنه بحافظ على الويرينج قليل فبحافظ على المستيكيشن بس مشكلة البورسلان إنه لأنه هو كتير برتل هاي المتيريال فممكن تكون عرض مش ريزيلينت وما بتعمل أي كاشين ما بتعمل أي إيش من الفورس فكل الفورس بنقوله للبون فالبورسلان راح كتير تعمل رزوربشن للبون بينما الأكريل بيمتص جزء من الفورس بعمل عنده ريزيلينسي وبيمتص جزء من الفورس فبتقلل الفورس اللي نقوله للبون فأقل بورن رزوربشن راح يصير الأكريل أنه برتل ماتيريال وكمان خلينا نحكي عنه ما بيمتص الفورس هو بعض كتير ساوند بورسلان عفوا الأكريل هو فيه ريزيلينسي يعني ما يضربوا بعض قبر ولو الأكريل كتير بيكون صوفتر ساوند الصوت ما بدايقوا المريض البورسلان ظل يعمل زي صوت طقصق لما المريض يعض عليهم البورسلان كمان مشاكله نحن لما نيجي نخطي الأسنان بتمي المريض ممكن يحتاج نعدل عليهم نعمل جرايندينج نعمل موديفكيشن عليهم الأكريل كتير بسهولة بعمل جرايندينج البورسلان تيث كتير صعب كمان مشكل من مشاكل الأكريل البورسلان عفوا البورسلان هو الماتيريال بريتل وكتير هارد هارد نسئلها عالي فإذا كان المريض في عنده مثلا أبر كومليت دينشر لور نيتشرال تيث بدأ صفول الأبر كومليت دينشر بقى البورسلان تيث البورسلان تيث صح ما بيصير فيها ويرينج بس مشكلتها بتعمل ويرينج للناتشرال تيث الأبوزنج نيتشرال تيث أو إذا الأبوزنج مثلا تيث كان حاطة المريض كراون جولد كراون رح تعمل أبراجن لإلهم بينما الأكريل لا مش رح يعمل أي أبراجن للناتشرال تيث بالعكس النيتشرال تيث هي اللي رح تعمل الأبراجن أنا يصير عندي أبراجن بأسنان لكومليت دينشر ما عنده مشكلة بس مش يصير أبراجن لأسنان الناتشرال في قاعدة حكيناها بأول لبرستور أنا المهم عندي أحافظ على الموجود قبل ما أعوض المفقود مش أجي أركبكم للدينشر يخرب للأسنان الطبيعية فدائما قاعدة إذا كان عندكم المقابل نيتشرال تيث ما بيصير أصف الأسنان بورسلان كمان فروقات الأسنان الأكريل لأنه الدينشر بيصد تبعتنا من الهيتوكور أكريل صح؟ يعني من أكريل والنيتشرال تيث من أكريل فلما أجي أصفهم بيتصلوا مع بعض كيميكالي بينما البورسلان تيث من مادة مختلفة عن الدينشر بيص فبيحتاجوا ميكانيكال بوند بنحتاج نجيب بنز أو أشياء معينة عشان نخلي الأسنان تمسك بالبورسلان بالدينشر بيص وطبعا ديمون ما بتكون منيحة زي الكيميكال بوند هاي حكيناها الأكريلك تيث الستينج لها أسهل والأدجسمنت والجراين فيها أسهل البورسلان تيث أصعب هون حكيناها هون حكيناها إذن النتشرال البورسلان تيث ما بيصير قطعا إني أستعملها إذا كان عنا أستعملها إذا كان الأبوزينج ارتفاع نتشرال تيث أو جول ديستوريشن وما بيصير أستعملها إذن المريض في عنده بور رج يعني الرج عندنا فيها الريزوربشن لأنه حكينا هات بيزود الريزوربشن فأجي أستعمل البورسلان تيث لا كمان ما بقدر استعمل لأنه حكينا الارتفيش البورسلانتي مش بسهولة أعملها فإذا كان عنا الاسباس بين الأبر واللور ريج قليل يعني الاسباس قليل ما بقدر استعملها يعني بستعملها بس لأن ما بقدر أعملها وأقصر منها وظبط منها فإذا كان عنا الاسباس بستعمل الأكريلي يعني إش الوحيدة اللي بيخليني بالعادة منحب دايما نفضل نستعمل الأكريلي كتير اللي بيخليني أروح أستعمل البورسلانتي إذا المرض كتير يمشدد علي على الاستاتيك يعني خلص مصر أنا بدي إش كتير استاتيك بروح للبورسلانتي بس مين اللي احنا منفضل نستعمل الأكريلي كتير الزوم رح يوقف خلينا نطلع وندخل كمان مرة عن نفس الرابط